يقول حنا مجموعة شباب لنا في استراحة يقول مع بعضنا لنا ثلاث سنوات يقولوا عارفين بعضنا زي وعندنا واحد من أخيانا يقول كسول مرة بارد جدا يقول إذا قلت لسوي الشغلة هذي يقول يقوم حتى مشيت تحس إنها تجيب لك البرود يقول لا تحمسنا وصوينا فعالية في الاستراحة يقول كمان بارد يقول المهم تضشنا من كثير الفعاليات اللي حنا سوينا في الاستراحة وقررنا نسافر قال ابا سافر معكم يقول حاولنا نصرر فهي ميني سار يقول ما قدرنا يقول سافر معنا الرجال يقول مجرد إننا طلعنا من المنطقة اللي حنا فيها يقول الله إن الرجال تغير حتى وجه صار يضحك ويسولف ويطقطق يقولوه عندنا بالصراحة ساكت 24 ساعة يقول كملنا سفرتنا أربع أيام ورجعنا يقول والله إني شفت منها الشاب بالكسول شيء عجيب جدا يقول إذا أذن صلاة الفجر يقول والله إنا قام من أفراشة مثل المنديل يقول خفيف جدا يقوله بسرعة يتوضى ويصلي ويذكر ربه يقول ما عندنا أحيانا ننام متخرين ثلاث أربع قبل الفجر بساعة بساعتين يقول هو يقوم خفيف يقول فاستغربت منه أربع أيام على هالحالة يقول ما هم رجعنا يقولوا مسكتة على جنب قلت أسألك بالله وش سالفت قومتك لصلاة الفجر بها الخفة قال حادي الصلاة وحق علينا ولازم نقوم نصلي يقول ناظرت فيه قلت هدري إنه حق عليك بس أسألك بالله أنت وش مسوي بحياتك عشان تقوم في صلاة الفجر بها الخفة قال متعود قال لا والله ما يعاد إلا تعلمني فيه سر قال إذا علمتك السر تقدر تسويه يقول قلت والله لسويه من اليوم بس علمني وش هو السر هذا اللي يخليك تقوم في صلاة الفجر خفيف ونفسك حلوة قال متأكد إنك تبي تسويه يقول قلت والله العظيم بس علمني وش هو السر هذا قال إسماء أنا من أربع سنوات كل يوم أستغفر الله ألف مرة وسبح الله ألف مرة وقول لا إله إلا الله باليوم مية مرة تقدر تسويها يقول يوم قال يقول أقسم بالله ما أدري أقول ليه ولا أقول لا يقول قلت هذا السر قال أقسم بالله العظيم إن الله فرج همي وكثرت فلوسي وصرت مرتاح نفسيا وحتى الكلام ما أحب أتكلمه أجده بس تلقاني استغفر الله لا إله إلا الله سبحان الله هذا كله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر